خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وذلك عقب انتهاء محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالعاصمة القطرية الدوحة. أولوف سكوغ، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، قال خلال الاجتماع أن هذا هو الوقت المناسب لتخطي المسائل العالقة وإعادة إحياء الاتفاق النووي بالكامل، مشددا على ضرورة انتهاز الفرصة للتوصل لاتفاق بناء على النص المطروح على الطاولة. من جانبه، نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، أكد خلال الاجتماع أن إيران لم تظهر أي رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق أو إنهاء الأزمة النووية الراهنة والوصول إلى رفع العقوبات، داعيا طهران إلى إظهار حسن النية بشأن إعادة أحياء الاتفاق. بدوره، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن طهران كانت صادقة في محادثات الدوحة التي كانت جادة وإيجابية. مؤكدا بقاء بلاده على الاتصال مع مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي إنيركيمورا في المرحلة المقبلة من أجل تنشيط المحادثات النووية. واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة أحدث تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2015. الخاص بالاتفاق النووي الذي قيدت إيران بموجبه برنامجها النووي. وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي للملف النووي قد كشف أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي تهدف إلى كسر الجمود حول كيفية إنقاذ الاتفاق النووي. انتهت في الدوحة دون تحقيق التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق للمفاوضات.